عن مرات ابنها وكلام ده كله يعني الزوجة اللي اخذت ببنتها وجزء كان في عمره ومشيت ومش عايزة ترجع ولا توريهم البنت وكلام ده كله انا عايزة اقول للزوجة دي ان ما راجعتيش عن اللي انت فيه انتظري ابواب جهنم يرحب بك فيها ابو لاهب وامي ابن خالف وفرعون وجنوده وستكونين في اسفل سافلين لانك تجرأتي وحرمتي اب من بنته وخرجتي بلا سبب والكل يرى فيك العجب بس مش هقولك اكتر من كده فخافي ربنا والحق نفسك فخافي ربنا والحق نفسك